السلام عليكم ورحمة الله تحية لجميع الإخوة المغربة في المغرب وفي الخارج تحية لجميع المناظرين والمناظرات تحية لجميع المشاركين والمشاركات وتحية خاصة لجميع المعتقلين لخامس مرة المغرب كيخسر صباق تنظيم المونديال يعني خبر مؤسف ولكن هذا هو الواقع الخبر سيقول كسدي أسفرت تصويت الذي أجراه ميتونس بعض الأعضاء في الجمعية العمومية الاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء عن فوز الملف المشترك بواقع 134 صوتا مقابل 65 للمغرب فيما اختار عضو واحد في الجمعية العمومية عدم التصويت لأي من الملفين وهي المرة الخامسة التي تخسر فيها المملكة صباق الضفر بتنظيم كأس العالم بعدما تقدمت لاستثفافة الحدث الكروي الأهم عوام 94-98-2006-2010 وستكون بطولة 2016 الأولى بمشاركة 48 فريقا بدلا من الشكل الحالي للبطولة المكونة من 32 فريق وحصل العرضان على فرصة أخيرة لمدة 15 دقيقة لكل منهما لإقناع الاتحادات الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية في مركز المعارض في موسكو حيث تعهد عرض أمريكا الشمالية بأن تدر البطولة ربحا يبلغ 11 مليار دولار بينما قال المغرب أنه سيجني أرباحا قيمتها 5 مليار دولار ورغم أن ستكون أول بطولة تستضيفها تلت الدول فإن أغلب المباريات ستقوم في الولايات المتحدة الأمريكية ومن بين 80 مباراة ستقوم عصر مباريات في كندا وعصر في المكسيك و60 في الولايات المتحدة الأمريكية بينما يقام النهائي بستاد موت لايف في نيوجيرسي وهو ملعب نيويورك جيتس المنافس في دور كرة القدم الأمريكية وقال كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم نشكركم على من حين شرف استضافة كأس العالم في 2029 كرة القدم اليوم هي الفائز الوحيد واستضافت الولايات المتحدة كأس العالم من قبل عام 1994 بينما استضافت المكسيك 1970 و1986 ولم تستضيف كندا من قبل كأس العالم للرجال لكنها نظمت بطولة السيدات في 2015 والمرأة الأخيرة التي سوت فيها الفيفا على حقوق استضافة كأس العالم كانت في 2010 حيث كان القرار يتخذون عن طريق أعداد اللجنة التنفيذية القديمة الذين اختاروا روسيا لبطولة 2018 وقطر من أجل 2022 وتم إيقاف العديد من أعداء هذه اللجنة لاحقا بعد تورطهم في فضيحة الفسد التي عصفت بالاتحاد الدولي عام 2015 ووفق النظام الفيفا الجديد لاختير الدولة الموظفة أصبح لكل الاتحادات الأعضاء في حقي التصويت كيف لم يكن يعرفوا أن الآن لم يبقى الرياضة لأن القوة هي التي تسيطر تسيطر في الرياضة تسيطر في كل المشكل التي كانت في المغرب لأنك نشوف المغرب يعني لكل شيء يعرف المغرب يعني ما يمكنش المغرب غي تقارن بأمريكا ما يمكنش المغرب غي تقارن في أمريكا لأن ده بالعالم كيف يشوف باش نضم واحد المظاهرة ولا باش نضم واحد المقابلة ولا باش نضم شي حالا ما كيشوفوش في كده ولا را كيش فيك التوريس وعندك حال بحارك لأنه كيشوفو الديمقراطية كيشوفو مستوى الفقر كيشوفو حرية حرية الإنسان كيشوفو حرية الرأي كيشوفو حرية الصحافة لأن الناس قد هضر ماشي غير اللي جاء غادي يقول رب فالله هيتغنديرك أس العالم را غا نخسر علي 16 مليار دولار وغادي ناخذك أس العالم را ماشي را كأس العالم مقاشا هكذا را كلا بغيت تنضم كأس العالم خسك تطبق الحرية في المغرب ماشي غادي تنضم كأس العالم وما زال عندك السجون مملوئة بالمعتقالين السياسيين والناس اللي كيتقمعون يوميا في الشوارع يعني الناس اللي كيتقمعون في المغرب يعني ماشي واحد العدد اللي كبير جدا يعني إلا بغيت تنضم كأس العالم سير قوم ببناء المدارس وعي الناس قوم ببناء المستشفيات مارض الناس من الأمراض بغيت سكرهم في بيوت فيها يعني ما فيها واحد النوعية من من الكرامة واحد النوعي اللي كتحبه للكرامة الإنسان واحد البويوت يكتب ان يتوقع في البرارك ومسكر في الزريب ومسكر في الخزين وفي النويل وجايدا مكانوا ينضم كأس العالم مش عادي التحربية مالي المغرب ما زال كأس العالم مخصصه من هنا ميتين عام وربما تلثمائة عام عادي مكان المغرب ينضم كأس العالم بالنسبة لها الظروف لك يعيش المغرب دائما رمقاتش في الزواق إلا بغيت تزوق تبني التيرانات وتصيب الطرق وتصيب الفنادير وكذا إلا بغيت تنظم كاس العالم خص تنمية البشرية خص الشعب المغربي يتقدم خص الشعب المغربي يقرأ خص الشعب المغربي ما يبقاش فيه الجهل ما يبقاش فيه الأمية ما يبقاش يتمارس عليه القمع أعطيه الحرية دياله حرية الرأي حرية تعبير ما تبقاش عدن ملكية الناس خصنا خصنا جمهورية خصنا انتخابات خصنا دولة حرة خصنا دولة مدنية احنا ما زال عدنا واحد الشخص اللي كان قلوني عاش المالي كونجرس كاركعولي وبغيته تجيبه كاس العالم مش كونهم الناس اللي غادي يصوتوا عليك من اللي غيشوفو حفل البيعة مثلا في المغرب واش غيجي غيبغيكشي واحد مثلا كاس العالم يعني دولة كان عارفو أن المغرب دولة ديكتاتورية دولة قمعية دولة ديل العبودية يعني كاتمارسل الشعب ديالها العبودية والقهر والفقر وزيادة على ذلك كان عارفو تهريب الأموال من المغرب وصرقة أموال الشعب البسيط لما عنده الذي لا قوة ولا حول له يعني ولا اهتمام بالشعر المغربي ولا اهتمام بالإنسان الفقير ولا اهتمام بأي إنسان في المغرب يعني في المغرب عندنا حلقة دي واحد مجموعة من الناس هما اللي كيبانوا مفركسين هما اللي عيشين مزيان هما اللي واكلين مزيان هم الذين يسافرون الخارج هم الذين لديهم بيت في البحار وعندوا بيت في الجبل وعندوا بيت في العاصمة هذا هو المغرب ومجموعة عيشة ولكن 99% من المغاربة لا عيشينش كيف بغيت مثلا واحد الدول ستتتق فيك و ستتنظم عندك أس العلم و ستتجيب واحد الناس مثلا كبروا في الديمقراطية و تولدوا في الديمقراطية و ارضعوا الديمقراطية و ستتأكدوا بغيت ندرك أس العلم في دولة ديكتاتورية دورة قمعية دولة دي الخنز يعني ما يمكن شرام لا يقبله العقل تبارك الله عليكم